السلام عليكم إخواني أخواتي أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله سوف نقوم باسترجاع حسابنا على تويتر كما تلاحظ تم إغلاق حسابك ماذا حدث تم قفل حسابك نظر لتلقي تويتر إشعار قانون حقوق النشر الألفية الرقمية يعني تم الإبلاغ على مقطع أنا قمت بمشاركته على حسابي تويتر وفي النهاية قامت إدارة تويتر بحدف هذا المقطع وكذلك إغلاق حسابي على تويتر لكن في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم باسترجاع حسابنا على تويتر مهما كان هذا الإغلاق وذلك من خلال متابعتك لهذا الشرح من البداية إلى النهاية قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصل دائما بكل جديد ماذا تستطيع أن تفعل لإلغاء قفل حسابك يجب عليك مراجعة سياسة حقوق النشر من تويتر هنا نضغط على بدء الآن كما تلاحظ بهذه الطريقة وسوف نقوم بفك الحضر إليك كيفية إلغاء قفل حسابك الرجاء مراجعات سياسة حقوق النشر من تويتر لإلغاء قفل حسابك هنا نضغط للاستمرار يعني بكل سهولة سوف نقوم بحل هذه المشكلة ومن الهاتف تضغط هنا فقط على الاستمرار هنا هل تريد الطعن في إنهاء الخدمة هنا طلب السحب من مقدم البلاغ الأصلي يعني أنك تتواصل مع صاحب الحقوق تقديم إشعار مضاد يعني ماذا ستفعل أنا لا أريد أن أفعل أي شيء فقط بالضغط على الاستمرار لإلغاء قفل حسابك يرجى النقر فوق متابعة وهنا نضغط لاستمرار بكل سهولة على هذه العلامة الزرقاء وهنا كما تلاحظ بكل سهولة تم استرجاع الحساب حسابك الآن متوفر لاستخدامه الرجاء لانتباه إلى أن أي إشعارات إضافية ضد حسابك قد تؤدي إلى قفل حسابك مرة أخرى واحتمال تعليقه وتجنب ذلك لا تقوم بنشر أي مواد إضافية تنتهك سياسة النشر الخاصة بنا وإزالة أي مواد لا يحق لك نشرها من حسابك على الفور يعني أي شيء قمت بنشره وتسبب لك من ضمنها هذا الإغلاق قم الآن بحد فيها جميعاً وهنا كما تلاحظ استمرار إلى تويتر نقوم بالضغط على استمرار إلى تويتر ونحن الآن قمنا بحل المشكلة واسترجعنا حسابنا على تويتر بكل سهولة وبهذه الخطوات التي شرحت لك هنا نقوم بتشجيل دخول إلى حسابنا وسوف نراجع جميع المنشورات التي من ضمنها تسبب لنا في إغلاق الحساب كما تلاحظتم تم تعطيل هذه الوسائط لاستجابة لبلاغ مقدم من مالك حقوق النشر أنا سوف أقوم بحد في كل المنشورات المخالفة وفي النهاية قمنا باسترجاع حسابنا بكل سهولة ما عليك إلا متابعة هذا الشح وسوف تسترجع حسابك على تويتر بكل سهولة لا تنسى اللايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس لكي يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته